في نفس التوقيت الذي تتزايد فيه الجرائم بأشكالها المباشرة وغير المباشرة في قلب الدولة الليبية نفاجأ بأن عماد الترابورسي وزير الدخلية بتاع حكومة عبد الحميد لتبيبة اللي هي حكومة الميليشيات التي تحكم الدولة الليبية قرر أنه يطبق شرع الله في نفس التوقيت الذي بدأت الجرائم ديت تتزايد فيها بمعدلات غير مسبوقة في نفس التوقيت الذي تزايد فيه الجرائم ديت نفاجأ أن السيد وزير الدخلية اللي قرر يطبق شرع الله سايم كل الجرائم تنتشر في كل أنحاء الدولة الليبية وراكب فوق الحصان بتاعه وعمال بيرقص في أحد المهرجانات الشعبية في قلب دولة ليبيا منتهى التناقض ومنتهى طبعا الوقاحة في طريقة إدارة الدولة الليبية خلونا نعرف التفاصيل الكاملة خلال الحلقة دي قبل ما نبدأ شير وليك للفيديو ده وكم منتك الجميل أنا أحمد عبدالعادي وانت من حقك تعرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضرتكم طبعا احنا كنا عبر عدة حلقات كشفنا السطار ازاي ان احنا فجعنا بان عماد الترابولس وزير دخلية عبدالحميد لدبيبة رئيس حكومة الميليشيات الليبية فجعنا بان هو عقد مؤتمر صحفي اعترف فيه وقال يا جماعة بصهم احنا قررنا نطبق شرع الله واي وحد يمشي مع اي وحدة هنلقي القبض عليه واي حد هيلبس لبشي مش عاجبنا هنقبض عليه واي وحدة مش لابسة الحجاب هنقبض عليها واي وحدة تيجي تسافر من مكان لمكان اذا ما كانش معاها ولي امرها هنقبض عليها قال ذلك في نفس التوقيت اللي احنا طبعا فجعنا فيه بتصاعد جرائم الميليشيات اللي كان بيتولى قيادتها في يوم من الايام هذا ذلك في نفس التوقيت اللي الوضع في قلب دولة ليبيا بيتفاقم بيتصاعد بينفجر بشكل كبير جدا لدرجة ان عبد الحميد لدبيبة سرق ونهب هو والعصابة التي تحكم الدولة الليبية سرق الاقتصاد الليبي وحطه في جيبه وساب الشعب الليبي جعان اللهم إلا إذا الميليشيات الميليشيات اتبع له شوفوا حضراتكم الأجهزة الأمنية اللي بيسيطر عليها عماد الترابولسي نفسه بتقول ايه بخصوص الجرائم التي تصاعدت بمعدلات غير مسبوقة في قلب الدولة الليبية فسبعة ورايح يطبق شرع الله أعلنت الأجهزة الأمنية في ليبيا انتشال جثة مهاجر غير شرعي من الصرف الصحي واستمرار أعمال استخراج جثة آخرين لقوا مصرعهم على إيد تشكيل عصابي في مدينة سبهة جنوب البلاد المسألة يا جماعة ما عديدش قاصرة على الميليشيات فقط لا غير الميليشيات ديت يعني على الأقل ما هيش بشعة زي العصابات التي بدأت تنفجر في كل أنحاء ليبيا العصابات ديت بدأت تمارس كل أنواع الجرائم بكل أنواحها في قلب دولة ليبيا ليه؟ ما هو ما فيش وزارة دخلية ما هو وزارة دخلية متفرغ أنه هو يطبق شرع الله تما تيجي تطبق شرع الله وتقوم بعملك بضمير ما تطبق شرع الله وتحاول أنك أنت تحمي الشعب الليبي ما تطبق شرع الله وما تسرقش أنت والريس بتاعت ما تطبق شرع الله وحاول أنك أنت تأمن المواطن الليبي ما تطبق شرع الله والفلوس اللي أنت بتاخدها أنت والحرمية بتوعك ادوها للشعب الليبي كشفت إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الجنوبية اتبع للإدارة العامة للعمليات الأمنية النهية تلقت معلومات مؤكدة تفيد في وجود أحد الأوقار الإجرامية في مدينة سبها تمتهن أعمال الضعارة والاتجار بالمواد المخدرة إضافة إلى الاتجار بالبشر وتهريب الوقود خارج القنوات الشرعية يعني عصابات يا سادة بدأت تمارس كل أنواع الجرائم عيني عينك فقل بدولة ليبيا وده النموذج اللي كشفت استطار عنه الأجهزة المعنية مؤقتا بعدما الشعب الليبي بدأ يضج وبدأ يثور في مواجهة حكومة الميليشيات برئاسة عبد الحميد لتبيبة وأضافت إدارة إنفاذ القانون أن هي قامت رفقة كتيبة 11 باللواء طاري بن زياد بمدهمة الوكر والقبض على بعض الأشخاص الموجودين به وخلال التحقيقات اعترف أحدهم بقتل عدد من المهاجرين ورمي الجثث بتاعتهم في الصرف الصحي بأعاز من ليبيين بيقود تلك العصابات وأكدت الإدارة أنه على الفور صدرت الأوامر ببدأ أعمال البحث عن أفراد التشكيل للعصاب الليبي للضبطهم والتحقيق معهم كما تم إختار النيابة العامة للتصرح بتفقد الجثث في موقع الجريمة وبحضور وكيل النيابة العامة وأعضاء مكتب المباحث الجنائية بسبها قسم الأدلة تم العثور على جسمان داخل إحد إحدى آبار الصرف الصحة واستخراجه وعرضه على الطبيب الشرعي لمعرفة وتحديد أسباب الوفاة وأخذ الحمض النووي له وأشارت النيابة العامة إلى أن العمل جاري لاستخراج باقي الجثث والتي يتوقع أن تعود لخمس أشخاص آخرين وفق ما أدل به أحد المعتقلين طبعا بعض الناس الأسجية العبقرة الجهابزة هيهجمون ويقولوا ما هو إدارة إنفاذ القانون هي التي تحركت لا سنة واحدة إدارة إنفاذ القانون لم تتحرك إلا بعد عثور الأهالي على جثث طافية في صهريج الصرف الصحي شافوها كتمت الصرف قاعد يشوفوا إيه اتلاقوا الجثة دي فبدأوا يعملوا ثورة ضد وزارة الداخلية وزارة الداخلية لم تتحرك إلا بناء على تحركات وثورة وضجة عملها الأهالي فغصبا عن اللي جابوهم بدأوا يكشفوا السطار عن جزء من اللي حصل وبناء علي يا سادة مش بمزاجهم يحدث ذلك في نفس التوقيت اللي احنا فجئنا فإن وزارة الداخلية بحكومة الميليشيات برئاسة عبد الحميد لتبيبة أعلنت في بيان رسمي تعرض الوزير عمادة طرابلسي للسقوط من فوق ظهر حصانه أثناء مشاركته في مهرجان الفروسية الشعبية وطمنت الشعب الليبي أن صحة عمادة طرابلسي بصحة وبخير ما تقلقوش يا شعب ليبيا لأن دي قضية طبعا تهمة أنحاء ليبيا كلها وبتهم الشعب الليبي شعب ليبيا جعان طوز أهم حاجة صحة وزير الدقلية شعب ليبيا محاصر من قبل الميليشيات بتاعة عبد الحميد لتبيبة طوز أهم حاجة أن وزير الداخلية عبد الحميد لتبيبة بخير وبصحة شعب ليبيا ما عندوش خدمات ما عندوش كهربا برضو طوز أهم حاجة أن وزير الداخلية بيرقص في مهرجان شعبي سيادتك أنت بتتكلم في إيه بالزبط وزارة الداخلية اتشالت اترزعت أصدارة بيان بخصوص موقف البيئة وزير الداخلية اللي هيطبق شرع الله وسايب الدنيا تضرب تقلب أهم حاجة صحة عمادة طرابولسين وزير الداخلية بيشارك في مهرجان للفروسية الشعبية وسايب الجرائم وسايب الضعارة وسايب الاتجار بالبشر وسايب القتل وسايب الدنيا تضرب تقلب وعمال بيشارك في المهرجان الشعبي أهم حاجة أن هو هيطبق شرع الله تخيلوا حضراتكم واحد جاي يقول أنا هطبق شرع الله بينما الجرائم عمالة بتتزايد بهذه الشاكلة بعض الأصدقاء والمتابعين هيزعلوا لما احنا بنقول لنا عبد الحميد لتبيبا رئيس حكومة الميليشيات في قلب دولة ليبيا أوه تتخيلوا أن أنا بسخر منه أنا بقول الحقيقة لأن عبد الحميد لتبيبا قلب الحرف الواحد واهم من يتصور أن حكومتنا هتستغنى عن الميليشيات الموجودة الميليشيات الليبية أصبحت جزء من المنظومة الأمنية الليبية ولا غنى عنها الميليشيات الليبية حاليا هي التي تحكم وتدير ليبيا وبالتالي عبد الحميد لتبيبا باعترافه نفسه يصبح هو رئيس حكومة الميليشيات التي تحكم الدولة الليبية عشان بس ما فيش حد يهاجم ويتصور أن إحنا بنتقول أو منتدعي زورا وبهتانا ضد عبد الحميد لتبيبا جرائم بشعة في ليبيا قتلوا مهاجرين وألقوا جثثهم في الآبار السوداء شاهد سقوط وزير داخلية ليبيا من فوق ظهر حصانه الراجل عمال بيترقص وعمال بيرقص في المهرجان ومع ذلك فشل في أن هو يعمل مهرجان أضف إلى ذلك أنت وزير داخلية أنت إيه علاقتك بمهرجان الفروسية ورايح تتشغل بكل الحاجات دي تليه وسايب دولة ليبيا بلا أمن شوفوا حضراتكم وزير الداخلية عمال بيترقص فوق ظهر الحصان بتاعه وسايب الوضع في ليبيا عامل إزاي أهو وزير الداخلية واقع من على الحصان بتاعه وتكربس فيه وحتى كمان مش عارف حتى يقود الحصان يعني حتى فاشل كمان في قيادة الحصان بتاعه زي ما هو فاشل في قيادة الدولة الليبية على المستوى الأمني شفتوا المنظر حضراتكم سايب الدنيا تضرب تقلب ورغم ذلك عمال بيشارك في المهرجان شفتوا دولة ليبيا بالتدار ازاي يا سادة الحاجة الغريبة جدا أن بعض اللي جاء للإلكترونية التابعة لعبد الحميد لتبيبة هجمة قناة مصر لما احنا فضحنا عماد الترابولس وقلنا أنت من عشان تطبق شرع الله كنان على أي أساس هتطبق شرع الله إيه الأدوات والآليات عشان تطبق شرع الله إزاي أنت هتطبق شرع الله والشرطة اللي أنت هتطلقها عشان ترهب المواطنين اللي بيين هتعرف إذا كان ده يتوافق مع شرع الله ولا مع شرع الشيطان إزاي كنان على أي أساس يا سادة طبعا فجئنا بإن اللي جان دي بتهاجم حرام عليك انت كافر يا اخي هو انت ملحد هو انت شيطان لا اساعدتك اصلا لما يجيلي الشيطان ويقول انا هطبق شرع الله يبقى انا لازم اشكك فيه لما يجيلي وزير داخلية عبد الحميد لتبيبة وكان بيقود ميليشيات سيئة الصمعة كانت بتغتصب وبتسرق وبتنهب وبتدمر وبتقتل في يوم من الايام ومحتوط وزير للداخلية يبقى انت عاوز تقنعني ان ده هيطبق شرع الله تابان تاكولو كيب